الدكتور محمد معيط وزير مالية كان في البرلمانة النهاردة في لجنة الخطة وي الموازنة بيتكلم على صدور قرار أو قانون مقدم من الحكومة لقانون الدرائب الموحد أن يكون كل الدرائب الداخل ودرائب القيمة المضافة ودرائب الدمغة كلهم ضريبة واحدة بحيث لا يكون هناك نوع من الازدواج الدريبي أو التعطيل أو إلى آخره وتكلم في هذا الإطار في هذه المناسبة وهو في البرلمان عن كورونا وقال هناك دول على المحك ونراقب الوضع عن كاف يعني بتكلم على أن في دول حالتها خطرة جدا وإحنا بنراقب الوضع وبيقول أنه انخفاض أسعار البترول خلال يوم واحد من 52 دولار ل 45 دولار ده شيء يعني صعب جدا وقال أنه ده انعكاس هذا انعكاس لوضع لا يعلم ما ده إلا الله انخفاض أسعار الغاز والبترول من الممكن أن يؤدي انخفاض الانتاج عالميا لأن سعر البيع يكون عب غير اقتصادي بالنسبة للناس اللي بينتجوا البترول أنا بقول أنه ده ده رأي الدكتور معيت أنه بيترقب وبيتابع وبيشوف لكن انخفاض أسعار البترول على المدى القصير لمصلحة الموازنة العامة للدولة زي ما قلنا أن كل دولار بينزل أو بيطلع بيأثر في الموازنة العامة المصرية طبقا لما أصرح به من قبل الدكتور محمد معيت بـ 2.3 من 10 أو 2.4 من 10 مليار جنيه مصري فبالتالي أعتقد زي ما أنا قريت عن موضوع البترول خلال الساعات القليلة الماضية أنه فيه انخفاض في سعر البترول بينزل سعر البترول قد يصل فيه أسوأ التقديرات لأنه يصل إلى سعر البرميل 20 دولار سعر البرميل 20 دولار ده يبقى يعني خراب لمنتجين لكن المستهلكين زينا المفروض يكون عندي تخزين أخزن مواد بترولية أخزن كرود أول وخامل نفط ده فيه ناس بتخزن على مراكم لأنه السعر الآجل بيبقى غالي السعر العاجل اللي هو الفوري كاش يعني بيبقى أقل فبالتالي ممكن تلقط يعني السعر بـ 20 دولار ولا 30 دولار ولا 40 دولار كان بـ 70 و 80 معناها بتوفر كم دولار ده إنت لو أنت كلفتهم تخزين على المركب يبقى المركب شايلة كام ألف طن وموجودة عندك أعتقد يبقى أوفر وعندي المراكز التكرير أو محطات التكرير أقدر أشتغل يعني أقدر أحول الأزمة العالمية أو الأزمة اللي العالم كله والمنتجين كلهم بيشتكوا منها إلى مصلحة فيما يخص قطاع البترول الغاز ده على حد فهمي طبقا لما يصرح به وزير المالية أو ما قرأناه أنه العالم بينخفض سعر البترول فبيؤدي عندي إلى انتعاش في الموازنة وكمان أبدأ أخزن في الخزنات إذا كان عندي خزنات ويأخزن فيه مراكب طبقا لما قرأناه في هذا الإطار